وش راه تدير العصابة اليوم في جنوب تام الراست في تام الراست وما حولها راه تعتقل جزائريين اقول جزائريين سواء قبائل ترقية او قبائل عربية اللي امتعط فيه مع الازوات اللي عندهم بنعمهم اخوالهم اعمامهم في مال واللي هما يسندوا في الازوديين يسندهم اعلاميا او يسندهم ماليا تعتقل فيهم حد الآن رغم سجنين على الاقل احد المصادر قال لي على الاقل سجنوا ثلاثة شباب يوقعوا عندهم العالم الازودي ولماذا تسجن الناس عندها العالم الازودي لماذا وانت اصلا هذا العالم معترف به ولما تفاوضوا في الجزائر كان عندهم العالم الازودي امامهم لماذا تمنع على الجزائري اللي عنده اخواله او اعمامه اولاد عمه في في شمال مالي اللي هي الازواد ان يتعاطف معهم لماذا وتعتقلوا اه لانا راكم خايفين من شيء وهو ان تتكشف الحقائق للشعب الجزائري انكم تدعمون انظمة طغيانية عسكرية فاسدة سواء في النيجر او في مالي من اجل قمع اخواننا اللي هما قبائل تارقية وقبائل عربية وقبائل فلانية وقبائل افريقية في شمال النيجر او في شمال مالي هذه السياسة سياسة انتحارية هذه السياسة سياسات فيها اضرار كبير اذا اضفنا لها كيف تتصرفون مع اخواننا في الجنوب واضطر مرة اخرى ان سأتحدث هذا الموضوع في المرة القادمة لاني ربط منذ السوايع فهذا كله يجمع الامكانيات للانفجار في الجنوب تفقير المنطقة هناك حقرة الناس هناك التعامل معهم كأنكم قوة احتلال اضعافهم اعتقالهم مسادري ذكرت لي مثلا ان قبل يوم او يومين كانوا يبحثون على واحد المجرم راحوا لداروا في منطقة تمرست فاذا بهم يدخلوا الى سبعة وثمين بيوت ويعيثون فيها فسادا ستياري ستياري تعتم الرست دا قواته الخاصة وعاثت في البيوت فسادا وكأنك ترى جنود الصهاينة وهم يعيثون في بويت الفلسطينيين فسادا لكن الصهاينة يحتلون فلسطين المفروض ان الجزائر اللي في تمرست راح في بلاده والمخابرات تع بلاده والجيش تع بلاده والشرطة تع بلاده أليس كذلك؟ أليس كذلك يا عجرود يا من ما زلت عندما تخرج من بيتك تغلق طرقات الصباح يغلقوها هو راحل المكتب يغلقوها كي جيراج على الاثناش لدارو ويعاودي يغلقوها كي جيراج عزوج للمكتب والثلاثة والاربعة ويعاودي يغلقوها كي يخرج من المكتب ورحل دارو أربع مرات تغلق بعض طرق تمرست من أجل السلطان عجرود للمفروض أنه جنرال يقود ناحية عسكرية وليس سلطان من سلاطين العصر الوسطى سأعود إلى كل هذه المواضيع مرة أخرى وما يعبثون في الجنوب والحديث على السياحة هناك والعبث هناك والقهر الذي يحدث هناك في اللايف القادم